ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال إذا وقعت في ورطة فبسمل وحوقل سبعة فإنك تأمن بذلك إن شاء الله شنو معنى الجملة؟ الإمام يقول إذا لا سمح الله شفت نفسك طايح بورطة أيا كان الورطة؟ واحد مرات يقول أنا الآن متورط أنا طايح بمشكلة ومعارف أطلع نفسي منها وقعت في ورطة الإمام عليه السلام يقول الذكر المناسب للخروج من الورطة أولا تبسمل سبعة البسملة شنو هي؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم وأما الحوقلة فهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسبع مرات تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهكذا إلى أن تكمل السبع مرات يقول فإنك تأمن بذلك إن شاء الله يعني علاج الوقوع في ورطة هو هذا الذكر المبارك الطيب